فيه الأسباب توقف عضلة القلب دي دي معناها الوفاء زي بنقول اللي إيه دي لو حصلت فجأة وفاء فيه أسباب كتير جداً أولاً لو الشرايين تعبانة وجاه قفلة في شريان رئيسي فجأة بيحصل إيه فيه أنواع يعني توقف بس مش معناها أن ما فيش كهربا في القلب ولكن العضلة نفسها الكهربا مش مشغلها يعني العضلة تبقى إيه وقفة تمام فدي طبعاً بتلاقي الضغط وقع اللي إحنا بنسميه هبوط في الضغط وتعريف إيه إعلان الوفاء فيه أسباب شرايين زي ما قلنا وفيه أسباب برى القلب ممكن تأثر على كمية القلب زي أمراض الكلا أمراض الكبد والتغيير الإلكترولات في الجسم دي بيبقى موضوع تاني ممكن يأثر نقص الأكسوجين لو العيان رئة والكلام ده يعني القلب ده مش منفصل عضو لوحده الجسم كله بيأثر في القلب فإيه فلازم نصلح للشرايين ده لو مشاكل في القلب لو عضلة لو كهربا لو لأن فيه كهربا في القلب فيه دفاير بتمشي زي دفاير اللي في السلك في الحيطة هي اللي بتشغل العضلة ده لو مشاكل القلب لو مشاكل بقى اللي نخش في الرعاية المركزة نبتدي نربط بين جسم كله مع الكلا مع الكبد مع حتى المخ ممكن يأثر إيه في حاجات معينة اللي يودي إلى توقف عضلة الأن